موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وحياكم الله واسعى الله وقاتكم بكل خير يا رب دايما تكونوا بألف خير بداية خلونا أصلي على سيد محمد صلى الله عليه وسلم سوف نشرح في هذا الفيديو عن إزالة حساب سامسونج أكونت من جهازك السامسونج طبعا هي الطريقة بدون الحاجة لتلمة مرور أنا سابقا شرحت عن إنشاء حساب سامسونج أكونت وعن إزالة حساب سامسونج لكن باستخدام كلمة مرور لكيف تعين كلمة مرور جديدة لحتى تقدر تزيل حسابك منه لكن هاي الطريقة هلا بنشرحها من طريقتين هذول مختلفين كليا عن هذيك الطريقة اللي بيهداك الفيديو لحتى نعرف كيف إزالة الحساب بدون كلمة مرور بتمنى منكم تشاهدوا معي الفيديو للنهاية وتطبقوا الخطوات وكتبوا لي بالتعليقات إذا نشحت معكم الطريقة ولا لا تابع معي الفيديو للنهاية كما شايفين هذا الحساب السامسونج أو هذا الجهاز السامسونج ندخل على الضبط بعدين نروح على الحسابات والنسخ الاحتياطي كما شايفين نفوت على إدارة الحسابات ننزل لتحت ندور على حساب مكتوب سامسونج أكونت نضغط عليه منروح على كلمة إزالة حساب اللي ستأدي إزالة حساب إلى حزب جميع الرسائل نضغط على إزالة حساب نضغط على تسجيل خروج سيتم إزالة سامسونج أكونت نضغط على تسجيل خروج نضغط على تسجيل خروج نضغط على كلمة التحقق بواسطة البريد الإلكتروني لمرة واحدة تمامنا علي نضغط على كلمة مرورة لا نعرفها نضغط على إرسال بريد الإلكتروني وانتقاء إلى عربة الوارد يجب أن يكون بريد مفتوح بجهازك لتقدر أن ننتقل عليه نضغط على كلمة الحصول على جيميل نضغط على فتح في تطبيق متجر بلاي تحت الأسفل نضغط على متجر بلاي نضغط على كلمة فتح نضغط على كلمة فتح نضغط على كلمة فتح هذه الخطبة الأولى نضغط على الهاتف نضغط على موافق نرى إقابة رجوع نرى كتابة تم تسجيل خروج نضغط على خروج نضغط على إضافة حساب وعلى سامسونج أكون يعني إضافة سجيل دخول طريقة الثانية نضغط على الضبط ونذهب على حسابات والنسخ الاحتياطي نضغط على ملف التعريف الخاص به نضغط على سورة الملف لحسابنا وكل شيء موجود فيه نذهب على كلمة تسجيل خروج وبهذه الحالة تتطلع الى ازالة الحساب نضغط على كلمة تسجيل خروج هنا يطلب لك تضع كلمة المروف نحن استخدام بصمات اصابتك لتحقق من هويتك تضع حسابك اذا بدعم بصمة تضع البصمة تم تسجيل الخروج هيك تم تزييف خلوك في هاي الطريقة الثانية. ادخلنا على ادافة حساب مروا على سامسونج اكونت بيقال لي اني اسجل دخول. اتمنى يكون افضلكم هذا الشرح. اي سؤال واستفسار اكتبوا لي بالتعليقات ان شاء الله انا بردع على كل التعليقات اللي بتجيني. تحياتي الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.